نشأل مجلس النواب في استجواب أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رغم المطالبات الشعبية والسياسية بحل المفوضية وتغيير قانونها دفع كتل النيابية الرئيسة إلى التساؤل حول مصير الاستجوابات المقبلة لوزراء ورؤساء الهيئة المستقلة نواب عن كتلة الأحرار طالبوا رئاسة المجلس بالإسراع في تحديد مواعيد الاستجواب كي لا تكون هناك مساومات سياسية تؤدي إلى تسويف هذه الاستجوابات نتمنى أن لا يكون هناك تسويف بقضية الاستجوابات أو مساومات أو ما شابه ذلك في الغرف المظلمة وأنا أعتقد في الجلسات السابقة أوعد رئيس المجلس النواب بأن يحدد أوقات لكل الاستجوابات التي قدمت إليه في الوقت القريب وأنا نتمنى أن يكون هذا حاصل في الأيام القليلة الآتية فيما رأى نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قرب موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل لمجالس المحافظات قد يجعل من بعض الاستجوابات ذات دوافع انتخابية القصد منها التسقيط السياسي هناك تسع استجوابات وسوف يكون أولها في تسعة ثلاثة بما معناها نحن لم نقف عن ممارسة دورنا الرقابي الذي نص عليه الدستور لكن نحن كنواب نريد أن يكون الاستجواب مهني معه كل أسف بعض الاستجوابات يكون فيها رائحة استهداف سياسي وهذا ما لا نتمنى هو لا سيما نحن في أسنة الأخيرة من عمر البرلمان وهناك من يبحث عن جمع الأصوات على حساب إدارة الدولة العراقية وهذا غير صحيح حقيقة نواب عن ائتلاف دولة القانون أكدوا أن أسباب تأخر الاستجوابات تعود إلى عوامل فنية وليست سياسية تتعلق بتنظيم جداو الأعمال اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون في كل يوم خميس استجواب لأحد المسؤولين هذا حق دستوري نصت عليه المادة 61 والنظام الداخل لمجلس النواب المادة 50 والمادة 51 القضية قضية تنظيمية تحتاج إلى وقت تعرف حضرتك أنه الاستجواب يحتاج إلى جلسة كاملة يعني تعطيل كل فقرات الجلسة والتفرغ لجلسة الاستجواب وكانت رئاسة مجلس النواب قد أوعزت إلى اللجان النيابية إلى التحديد جلسة استجواب كل يوم خميس بحق الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات المستقلة التي قدمت بهم طلبات بالاستجواب على خلفية ملافات فساد مالي وإداري محمود فؤاد الحرة بغداد